سوف نشارك معكم في الماكارون بالنسبة للوصفة الماكارون طيبتها في الفرن وهذا كان تحت طلب يعني بثاف منكم اللي كي يقولي يا حاول تشارك معنا الوصفة وطيبهم في الفرن باش يشوفوا الطريقة كيف هاش بالنسبة للوصفة الماكارون سوف نحتاج فيهم اللوز هنا انا اخذت اللوز لكي تتباع جاهز ممكن نصابه في الدارة لكي نصابه معكم شحامل مرة كناخدوا كذلك سكر بودرة لكي يكون نوعية جيدة يعني سكر سبيسيال ونزيد معهم البودرة ديال كاكاو كنغرب المكونات كاملين هنا ممكن تديروا لهم واحد تحنا قبل ما تغرب لهم او ممكن إذا كان عندكم اللوز يعني مطحون مزيان ورقيق كتغرب لهم مباشرة بالنسبة لهذا الوصفة ديال الماكارون اللي كي يكون بالكاكاو ممكن تستعملوا فيه اللوز بالقشرة يعني كتطحنوا اللوز عادي بالقشرة دياله وكتخدموا به هنا من بعد ما غربتهم سوف نوريكم النوعية للسكر صراحة هاد السكر كي يزوين بزاف هو باش كنخدم لي مكارون وهو كذلك باش كنخدم الغريبات اللي كنطيب يعني الغريبة اللي كتكون فندة في السكر غلاسي هاد ونوعدين السكر باش كنخدمها كي بقلاسك فيها ما كيدوب ما حتى حاجة هنا استعملت هاد اللوز هذا اللي كي يكون كيتباع جاهز كما قلت لكم انا شركت معاكم الوصفة عدة مرات باللوز طحنته قدامكم يعني صوبته في الدار كناخد اللوز بالقشرة وكنتطحنه وكنخدم به كنحتاجوا كذلك البيض ديالبيض اللي كنزيدوا عليه سكر سنداء أو سكر حبيبات كنطربوا البيض شوية عاد كنزيدوا عليه السكر بالتدريج يعني هاد الوصفة ديالي مكارون ره سهلة غير هو أخذكم تحتارموا ان الاناء ديالكم ما يكونش فيه الماء البيض كذلك يكون بالحرارة ديال المطبخ يعني ما يكونش البيض بارد او من تلاجة قد تفصلوه قبل بساعتين على الاقل بالنسبة للوز كذلك يكون ناشف وما تكونش فيه الميديتي يعني ما تكونوش حاطينو من القبل في المجمد او حاطينو في التلاجة السكر يكون سكر نوعية جيدة او سكر سبيسيال هذا هو ملح واجلي مهمين جدا نجاح لمكارون من بعد ما نطلع البيض يكون هكا بهذا الشكل هادا يعني خصي يكون طالع مزيان حتى تحصلوا على هذا المينقار كما كيقولوا هناك تأكدوا بان البيض البيض را طلع مزيان يعني احتفر المرحلة ما كيتحش لكم الاناء سوف هنا غنزيدوا الخليط الاول على هذا الخليط البيض البيض نضيف الملون كي نعزز اللون المكارون يعني بالنسبة للبودرة الكاكاو أعطيهم اللون يكون بعض اختياري يعني استعملوا الملوين يكون جيل او ملوين يكون بودرة يعني لا تستعملوا يكون سائم اما الجيل اما الملوين يكون على شكل بودرة سوف نخلط المكونات بجوج يعني نضيف الخليط اللوز والسكار والبودرة الكاكاو فوق الخليط البيض البيض ونخلط في الاول بشكل عشوائي حتى ينسجموا المكونات يكون ملوين ونخلط بها طريقة يعني كتضوروا الملعقة او سباتيول وكتضغطوا في الوسط بهذه الطريقة كتضوروا وكتضغطوا في الوسط حتى اللون دي الخليط كي تبدل هذا الكاكاو كي تحلوا وكتضغطوا يعني بها طريقة كتضغطوا شوية كي تجربوا ويقوموا باقي خاصة الخدمة ولكن فيش تهزدوا خليط وكتلقواوا انه كي يهبط خليط واحد كي يهبط لكم خط ما كيتقطعش صافي كتأكدوا بأن الخليط دي لكم روجت يعني ما تخلطوش بزاف لكي لا يرجعش لكم الخليط جاري صافي من بعد نديروا في جيب حلواني او فبوش او كان بدان نديرو اه قد حطوه فوق سيلبات او فوق ورق طاي اما قد رسمو الدوائر بستيلو او بقلم او قد تاخدوها هاد الفراشة اللي كيكون فيها العبار او القياس ديل الدوائر ديل الماكارون انا انا كان ننبوشي فوق الورق ديل الزبدة او ورق طاي او ممكن ديرو فوق سيلبات او فوق هاد الفراشة ديل السيليكون يعني كيكديرو على حسب انتماشلو عندكم بالنسبه لطياب الفران ديل القاز انا هنه نخلي لي مكارون حتي نشفو يعني هنا من بعد ما كانت بوشيهم هنخليهم جانبا كتخبطوهم شوية باش يحيدوا منهم هادوك الفقاعات يكون فيهم ضروري من هاللمرحلة كتضربوا شوية كالي مكارون باش تتاكدوا بان ما بقوش فيهم الفقاعات سوف يغنخليهم جانبا غنخليهم هنخليهم كيما قدت لكم حتي نشفو تماما عاد باش غادي ندخلوهم بعد القطع منهم برقائق الفيتن من بعد ان اجعلهم ينشفون من بعد ان اجعلهم تقريبا ساعة حتى ان اجعلهم الفران في الترمو متر سخنه على 140 درجة يجعلهم عافية يجعلهم الفران على عافية يجعلهم النار من التحت فقط نقلبها في الفران نقلبها اضع على الفراشة او الورقة السبدة اضع الأصابات اضعهم الفران المستخدمين نضعه بنا بشكل 5 دقيق نحلي الفران كل 5 دقيق يجب تقومون حينها تجرب لفران سوف نقص جهد الحرارة التي تكون فيه وستعود أن يسده لا يسده كمالا لكم نجده قليلا بالسم سوف ترى أنه مراطب هذا الصف الذي كان من الداخل لأنه داخل الفران لا يكون سخون وهو ما الذي يرتقون هذا الصف بوحده هو الذي يرتق بالنسبة لطريقة الطياب قوة تدخل الفران تسخن الفران على العافية التي تكون مهيلا كما قلت لكم لا تدخل الفران يسخن بزاف عاد لأنه إذا دخلتهم الفران يكون سخون بزاف سوف تفرق ديما العافية تكون متوسطة الحرارة تكون متوسطة كل خمسة دقائق حتى ينقص الجهد العافية أو الجهد الحرارة من بعد تسده لا نسده الفران كامل لكي لا تفرقوا وآخر حاجة بالنسبة للمدة الطائفة في الفران 17 ساعات هي أقل حاجة هنا سوف ندخل المرحلة المرحلة من قبل سوف ندخل كل قطعة مع قطعة في نفس الحجم ضروري أنكم تدخلوا هذه العملية لكي تجلبوا القطعة في نفس الحجم يعني لا تكون واحدة كبيرة من الثانية أو واحدة كبيرة سوف ندخل قناش الشوكولاتة سوف ندخل لكم الرابط اللي كنت صورت لكم من قبل في الوصفة للمكارون بالتفاصيل مع القناش والشوكولاتة بالنسبة للمكارون والشوكولات سوف ندخلهم في الثلاجة حتى اليوم الثاني كما قلت لكم سوف ندخل القطعة في نفس الحجم الثانية نضغط الوصفة لكي ندخل القطعة فوق الثانية و لا يخرج القناش من الجنب وهذا هو الشكل من بعد ما عمرتهم بالقناش